التكنولوجيا المحيطة جعلت التصوير أمرا شائعا وسهلا للغاية حيث أصبح بإمكان الجميع التقاط الصور في أي وقت وكل مكان وبالتدقيق في تفاصيل الصور قد نجد أمورا غريبة ومذهلة حقا اليوم سنتعرف على بعض من هذه الصور المذهلة ابقوا معنا الصورة الأولى التقطتها إحدى الأمهات لابنتها ومن ثم لاحظت شيئا غريبا للغاية في الصورة حيث قامت إحدى الأمهات الأستراليات باستحاب ابنتها الصغيرة إلى المنطقة القريبة من المنزل من أجل التقاط بعض الصور التذكارية للصغيرة البالغة من العمر عامين مر اليوم بسلام والتقطت الأم الصورة وهي سعيدة للغاية بهذا اليوم اللطيف الذي قضته مع ابنتها ولكن ما وجدته الأم في الصور بعد ذلك كان مرعبا حقا فقد كان يوجد بالقرب من ابنتها في الصور ثعبان ضخم من أخطر الأنواع الأسترالية ويعتبر من ثاني أخطر الثعابين سمية هذا الفصيل من الثعابين تسبب في مقتل الكثير من البشر في أستراليا ولكن من حسن حظ الصغيرة أنه لم يحاول إذاءها مطلقا بل استمر في طريقه مارا بجوارها يبدو أن الملائكة كانت تحرس الصغيرة وتحميها ننتقل الآن إلى صورة أخرى والتي التقطها زوج في الثلاثين من عمره عندما ذهب مع زوجته إلى أحد شواطئ فلوريدا وقد قرر التقاط بعض الصور التذكارية على الشاطئ طلب من زوجته أن تقف وظهرها للبحر حتى يقوم بالتقاط الصورة وبعدما شاهد الصورة فوجئ بمشهد خلاب للغاية في الخلفية وهو لأحد الدلافين التي تقفز في المياه الصورة الثالثة التقطت عام 1919 وتم نشرها في أحد الجرائد عام 1975 وهي لمجموعة من الطيارين المشاركين في الحرب العالمية الأولى حسناً الآن ستتساءل ما الغريب في هذه الصورة؟ الغريب هو ظهور أحد الأشخاص في الصورة والذي أكد كل من كانوا موجودين في الصورة أنه توفي قبل يومين من التقاطها عند تقريب الصورة ستجده يقف بهيئة شبحية بعض الشيء هذا الضابط يسمى فريدي جاكسون وكما قلنا توفي قبل التقاط هذه الصورة وهو ما سبب بعض الضعر للجميع وقتها وأخيراً هذه الصورة والتي التقطت بتركيا بأزمير حيث ذهبت عائلة صغيرة لتمضية الوقت في نزهة عائلة وعندما قام الأب والأم والطفل الصغير لالتقاط بعض الصور تركوا حقائبهم على الأرض وبعد عودتهم لاحظوا سرقة أحد الحقائب ولكن الصدفة ساعدتهم كثيراً فبينما كان الأب يلتقط صورة للأم والطفل ظهرت المرأة التي قامت بسرقة الحقيبة في الصورة بكل وضوح وقامت الأسرة بتسليم الصورة إلى الشرطة ليتم إلقاء القبض على هذه اللصة بعدها